اشتركوا في القناة قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في العام الف وتسعمائة واثنين وستين ظروف كانت تستدعي ثورة تكسر العزلة التي فرضتها سلطة الامامة البائدة لتقضي على وضع لا يرتقي لمكانة الانسان لذا كان لابد من انفجار يكسر القمع وسطوة الحاكم المستبد ويفجر الغضب المنحبس ويلبي الطموح المحتمل في نفوس الشعب ليتجاوز دويه شمال الوطن الى جنوبه الرازح تحت وضأة الاحتلال الاجنبي انذاك بسم الله وبسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام الف وثلاثمائة واثنين وثمانين السادس والعشرين من سبتمبر الف وتسعمائة واثنين وستين انضلق التغيير الجذري للنظام الجمهوري لتنطلق مشاعر الوعي وبدأت اولى خطواتها لاحداث التغيير والتحرر من قيود الامامة المستبدة وبداية مشروع جمهوري يعتمد على البناء والتطوير والتنوير فقد شهدت اليمن خلال العقود الماضية تحولات نوعية وكانت تنمية الانسان هي الهدف الابرز للثورة خطة تنموية عملت على تضوير التعليم والصحة والطرقات وشبكات الاتصالات والبنية التحتية للرياضة والمطارات والموانئ والصناعات الاستخراجية والكهرباء التي امتتت شبكاتها الى كل محافظات الجمهورية وحلت ازمة المياه التي عانى منها اليمنيون طويلا على مدى عقود من عمر الثورة التي كانت من اهدافها بناء جيش قوي وهو الذي جعلته القيادة السياسية في سلم اهتماماتها فقد صنف الجيش اليمني في العام الفين واثني عشر الرابع عربيا والرابع والاربعين على مستوى العالم وما اشبه الليلة بالبارحة فكما جاء الامام يحيى بن حميد الدين حاكم المبلكة المتوكلية بالفكر الجارودي الذي خرج عن كل مذاهب الدين جاء الاماميون الجدد بنسختهم الحوثية في محاولة لهدم كل ما صنعته الثورة على مدى خمسة عقود وريف والانقضاظ على اليمن الجمهوري واعاتة عجلة التاريخ الى الوراء لكن اليمنيين باتوا اكثر وعيا بعد انكشاف حقيقة جماعة الكهنوتي والظلام وكما دحرت الامامة بالامس سيواصل الشعب اليمني نضاله في خندق اليمن الجمهوري لضي صفحة القهري معلنين فجر الحرية من جديد